اخواني هذا الشي رح ياخد من وقتكم 3 دائئة بس فوتوا على الإيداولات وتحققوا واستخرجوا هاي الورقة شو هي هاي الورقة؟ ورقة قيد النفوس منه بتتحققوا اذا قيدكم موجود ومو ممسوح ومنه بتستخرجوا هاي الورقة وبتضل عندكم على التليفون اخواني ما لكم خسرانين شي تحققوا من هذا الموضوع لانه اذا قيد النفوس تبعكم ممسوح فهي مشكلة كبيرة خلينا نتحقق مع بعض الطريقة كتير سهلة طبعا اول شي اخواني رح نسجل الدخول على موقع الإيداولات في نقطة حابب نوه عنا اخواني انه اي ورقة تستخرج من الإيداولات هي مختومة وجاهزة وبتمشي بالدواء الحكومية الرسمية وما في داعي لا تنختم من المختار ولا غيره يعني هي ورقة مختومة جاهزة هلا رح نتأكد يا اخواني من وجود عنوان النفوس ونستخرج هاي الورقة وخلوها عندكم على التليفون قيد النفوس اذا كان ممسوح عندكم ومو موجود فلازم فورا تسبتوا قيد النفوس تبعكم لانه هاي الشغلة بتأدي الى ابطال الكملك والاقامة ومشاكل تانية مع الاسف خلينا نسجل الدخول على موقع الإيداولات سجلنا الدخول على موقع الإيداولات اخواني رح نروح على شريط البحث ونكتب كلمة اقامة بس كتبنا هاي الكلمة بس كلمة اقامة اخواني رح يطلع عندكم هذا الخيار تمام؟ هذا الخيار رح نضغط على هذا الخيار اخواني متل ما لكم شايفين رح تطلع عندكم شاشة بهذا الشكل رح تحطوا هون إشارة صح وتحطوا على كلمة متابعة بعدين رح تطلع عندكم هاي الشاشة رح تضغطوا على أول خيار ورح تضغطوا على متابعة وتستنوا شوي رح تضغطوا هون إخواني على هذا السهم وتحطوا على كيشي طلبة وبعدين تحطوا صور قولة تمام رح نضغط عليها وبتستنوا شوي رح تطلع قدامكم صفحة إخواني بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين هلأ هيك الملف صار جاهز ومحضرينه رح تضغطوا على دوسي اندر اللي عليها سامي اللي هون نحن نضغط عليها وبقى أنتوا على حسب تليفونكم تفتحوا عبر الورد أو كذا نحن نفتح الملف مثل ما لكم شايفين إخواني هاي هذا هو عنوان النفوس أو قيد النفوس أو سند الإقامة صار عنا جاهز إذا أنتوا طلع عندكم هي قيد النفوس بهذا الشكل معناته أنتوا أموركم سليمة ولكن إذا ما طلع عندكم قيد النفوس موجود إذا ما طلع موجود نهائيا أو إذا طلع قيد بلوم مضي أو العنوان عند تبعكم ممسوح فما ناتف في مشكلة عندكم وبهاي الحالة يا أخواني لازم يعني بممكن تكون الكملك مبطلة وممكن يكون عنوان النفوس ممسوح فلازم تثبتوا عنوان النفوس تبعكم وتراجعوا إدارة الهجرة وتعطوهم نسخة عن عنوان النفوس لا تهملوا هذا الموضوع أنا بهمني مصلحتكم طبعا اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار أخواني بإمكانه يكتب بقسم التعليقات وبإذن الله رح عملكم فيديوهات كمان كتير مهمة حول هاي الموضيع الحساسة